موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة ستور تيفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمجرد أن تشعر أخي المربي أختي المربية بأن الأرنب حامل عليك أن تقوم بمجموعة من الإجراءات إذ يتوجب عليك عزل الأرنب الحامل في قفص خاص بها ووضع لها صندوق للولادة فيه ويستحب أن يكون هذا الصندوق من البلاستيك أو الألومنيوم ووضع لها قشة التبن أو النشارة أو قشة الأرز كما يتوجب عليك أن توفر لها التغذية المتوازنة والمتكاملة على أن تتوفر على 18% من البروتينات و22% من الألياف و3% على الأقل من الدهون مع توفر لها المياه النظيفة وتغييرها مرتين في اليوم من أهم النصائح التي نقدمها لكم إخواني المربيين في هذه الفترة هو فصل الأم عن الذكور حتى لا تقع أو يقع التلقيح بين الذكر والأنت بمجرد الولادة فإذا حدثت وأن حملت الأنت نجيت نتيجة التلقيح الضكر لها خلال الخمسة الأيام الأولى من الوضع فإن ذلك يسبب لها إرهاقا كبيرا وخطرا على صحتها عند وضع الأرنبى للصغار يجب أن يتم فحص وتفقد الحالة الصحية لهم فالأرنبى لا تحتاج إلى المربي في عملية الولادة لأن غالبا ما تتم بالليل أو الصباح الباكر مما يتوجب على المربي تفحص الصغار فورا وإخراج المجموعة الميتة دون مسي الصغار باليد لأن مساهم سيجعل الأرنبى الأم تنفر من صغارها وقد تقتلهم كما يجب إزالة المشيمة والحبل السري من القفص إذا كان الجو بارد يتوجب تدفئة صندوق الولادة وعندما نتحدث عن إطعام الأرنبى فهنا لا بد أن نذكركم أن الطعام الخاص بها يجب أن يكون متوفر أمامها بشكل دائم وبالكمية الوفيرة حتى تتمكن من توفير اللبن الكافي لصغارها المحافظة على نظافة العش من أهم الأمور الواجب الاهتمام بها كما أن رعاية الصغار يجب أن تتم إلى غاية وصولهم لتمانية أسابيع كاملة وفيما بعد ستنقل أو سننتقل إلى فترة العناية بهم تدريجيا وسيزيد معدل استهلاكهم من الطعام كما لا ننصح بفطمة الأم عن صغارها مبكرا حتى يكتسب المناعة الكافية علما أن الصغار لا تفتح أعينها إلا بعد مرور عشرة أيام وإذا وجدت أحد الصغار خارج العش يجب عليك إعادته بعد ارتداء قفز على يذك أو ذلك يدك بروت الأرنب كما يجب تجنب إطعام الأرنب الأوراق الخضراء لعدة أشهر من أجل تجنب حدوث مشاكل في جهاز الحضمي حين يحين وقت الفطام سيكون الصغار عرضة بشكل كبير للأمراض والتي قد تؤدي بهم إلى الهلاك لذلك يجب الانتباه جيدا للأرنب في هذه المرحلة واستشارة الطبيب البيطاري عند كل حالة كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متابعين أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته